يبقى تبع الأعراض الأعراض مهمة جدا جدا نعم طب الناس اللي بتجيلها وبتكتشف بالصدفة وهي مسافرة ناية بوزيتف وهي أصلاً ما عنداش أي أعراض حلو السؤال ده طب أنا أقولك أنا حاجة لعبت الكورة دي اللي كل شوية يعملوا مسحات ويلاقهم إيجابي هم عرضوش أعراض بس برضو بنعزلوا ما بنزلش الملعب هو ما عندوش حاجة هو إيجابي طب إحنا كناس عادية ما أنا ممكن أبقى إيجابي أنا مش عارفة يعني كويس قوي اللي طلع إيجابي أو عندو أعراض خفيفة برضو يعزل نفسه حتى لو ما عندوش أعراض يا دكتور نعم طلع إيجابي وما عندوش أعراض حتى لو ما عندوش أعراض ممكن أتكلم معي من بعيد لبعيده ولابس كمامتي ميش إنما ما نمشي مثلا لو أحد صعب ولا ما نمشي جام أيوة مش كده أقول إيه لأنه برضو ممكن هو بوزيتف ما ينزلش يروح شوخ له ما يقعد في البيت ده يفضل اللي أكتر من ده اللي عندو أعراض ده ما ينزلش طبعا لأنه هيئذي كل اللي هيقعد معهم سواء في الشغل نعم أو هيتعرض لهم في أي مكان نعم اللي عندو أعراض ما ينزل أعيدا سأل حاجة كمان يا دكتور قبل ما ناخد اتصالاتنا العدوى بتبقى بشدتها حسب شدتي أنا يعني اللي أقدر الله أنا عندي أيوة وأنا عندي عنيف جدا عدت حد فحادي هالو عنيفة طب أنا عندي خفيفة حادي هالو خفيفة السؤال ده هالو ليه بقى افردنا عندك شديدة إنما أنا ممكن أخذ هذا الفيروس ومحصلش حاجة وممكن أنا خفيفة أديها لحد يتعب جدا عشان كده ما حدش ضامن طبعا أنا أقولك أنا حاجة الأطفال اللي عندهم كورونا الحمد لله كورونا ما بتحبش أول أطفال يعني حالات ندرة اللي أنا شفتها أنا لسه سامعين عن حالة وفاة طفلة في اسكندريا لا 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 بس دي شوف تقوله إيه حالة سنة وأربع شهور بالضبط كده ممكن ممكن نحفل تبريق أو زي ما بيجي الطفل أي تبريق أو تاني آه يعني بيبقى نتيجة التهاب الرئو أنا بتكلم شوفي أنا بتكلم دايما مش على الحالات المنفردة نعم أصلا واحد من مئة مليون يعني بالضبط كده إنما أنا يهمني الحالات الكثيرة اللي أنا بشوفها اليومين دول وبشوف إن إحنا كل ما الحلقات اللي إحنا بنعملها دي ونشوف الأخطاء الشائعة بيننا كلنا واللي أنا بشوفها كل يوم نبتدي نقل نتكلم بقى عن الأخطاء بس ناخد دعاء سلام عليكم دعاء طيب حاولوا تتسلمي لما زيكا جبا